المغربية باسما بوسيل كشفت لأول مرة تفاصيل الانفصالها عن الفنان تامر حسني اللي بنيته في سنين راح في يومين علاقتنا ما كانتش كويسة وبرب بأولادي على البيزنس وقبل الخبر من فضلكم لايكوا اشترك في القناة وكمنت حلوه منكم اختكم محتاج دعمكم الفنانة باسما بوسيل تتحدث لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من الفنان تامر حسني وعلاقتها بابنائها حلت مصممة الازياء والمطربة باسما بوسيل ضيفة على برنامج دقيقة نفهم المزاع على قناة يوتيوب حيث تحدثت للمرة الاولى عن تفاصيل طلاقها من تامر حسني موضحة انه رغم الانفصال تربطهم علاقة صداقة كوية بابوا اولادها تامر حسني كشفة عن طريقة تعاملها مع ابنها وطريقة تربيتهم وقالت باسما اصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق لانك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة بتكتشف انها انها بتتهد واعتقد ان اولادنا متفاهمين موضوع الطلاق لانهم شايفين العلاقة باننا بقت احسن ومش بالضروري اننا ما نعرفش نكمل كازوجين ما نبقاش اصدقاء وعن علاقتها بابنائها قولت باسما بوسيل انها تستشير اطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة وهو امر لا يمكن لاحد ان يتعلموا في المدارس واضافت بعض كتير مع اولادي وباخد رأيهم مش عشان يحلوا معايا بالمشكلة ولكن انا بربي اولادي على البزنس لان المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلموا لينا واضافت باسما بوسيل عمري ما كان في مكرمة بين شغلي واولادي عشان اختار بينهم لان اهم حاجة عندي هما انجازي في حياتي لانهم علموني ان افهم كل كل كلمة واقيمة كلمة ما ام او ام امهم بيخلك تحس باحسن وانضف المشاعر اللي بدون مقابل مشيرة ان ابنتها تاليا تبلغ من العمر عشر سنوات وما زيلك لها براند خاص بها انا بربي فيها حتة البزنس من وهم صغيرين عشان بحس ان المدارس ما بتعلمهمش اللي الحياة بتعلموا وتاليا كانت من قريب عملت براند لوحدها وتصميم لوحدها لتيشورتات وعملت لوجو بنفسها واعدت معها عشان اعلمها شوية حاجات في البزنس عشان تكون محددة ورسمة طريقها اشتركوا في القناة